رفضت وزارة الصحة العامة وسكان مركزي غسيل الكلة في كل من عتاق وعزان في محافظة شبوة بدفعة جديدة من محاليل ومسلزمات الاستصفاء الدموي المخصصة لخمسة آلاف جلسة غسيلة وثمن وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي لمروق ومدير مكتب الصحابي المحافظة الدكتور علي أديب ثمن وصلة دعم الوزارة وغيرها من الجهات لهذه المراكز الطبية المختصة مؤكدين على دورها في استمرار خدماتها لمرضى الفشل الكلوي اشتركوا في القناة